لسه مستمرين أيضا في الأخبار المتعلقة بتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية لأن مبارح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في تصرحات لي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تدعيات قد تؤثر على أمن واستقرار المنطقة وقال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر بتكثف من اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكمان السيد الرئيس أضاف أن مصر بتؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي المستدام للشعب الفلسطيني وأن مصر لا تتخلى على التزاماتها تجاه القضايا العربية وبالطبع على رأسها القضية الفلسطينية وأعرب سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي توضي إلى سلام عادل وإقامة الدولة الفلسطينية مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى وأكد سيادة الرئيس على أن الدولة المصرية تتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين وشدد الرئيس السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى وقال لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ضرف وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد